ده ابو تريكا والهدف الرابع ابو تريكا عمل البصل هنشوف هاتلي الجول الرابع ده الهدف التالت ابو تريكا حطاها في ظهر المدافع وانا كان فيها توفيه ان انا حطاها براسي قبل عبد المنصف وهو خارج ده الهدف الرابع بقى ابو تريكا هنا خدها من نصف الملعب وعمل البصل احمد صدي في ظهر المدافع الباكلفت ده احمد صدي ولا اعمال متعب لا ده احمد صدي ده ده احمد صدي تكسب الرهان كل ما شوفه يقول لنا اعمل لك اوفر علامي اوفر صعب قوي اوفر ميت وانا حييت لك الاوفر اه لا ده حقيق ده حقيق اه لا احمد صدي اتعارف انت لو انت خوفت فيها اه ما كتش هتب بقول طيب جمهور الاهلي في الملعب اه جمهور الاهلي بيحرك صخر في الملعب انت ختعلاقتك ايه بالجمهور النادي الاهلي احلى حاجة في منظومة الاهلي او في تاريخ الاهلي هو جمهور النادي الاهلي طبعا دايما يعني زي ما بقول حلاوة جمهور الاهلي مش وقت الفرحة ومش وقت ما بتاخد بطولة ده الطبيعي لكن عظمت جمهور النادي الاهلي وقت ما بتخسر بطولة وقت ما بتخسر مباراة بيوقف معاك بيوقف معاك الحقيق سوفناها في 2003 وقت ما كان عندنا كاس مصر وقدر يوقف معانا وتوفيق ربنا ان نقدر ناخد البطولة دي حاجة تانية في 2007 اه فاكر انا اللحظة دي واحنا بنخسر نهاية افريقيا في السادة القاهرة من الجم الساحلي ايوه وانت بتخسر المباراة جمهور النادي الاهلي بيحيييك وبيدعمك وبيوقفك على رجلك من تاني علشان ترجع تفراح وتاخد بطولات تاني مش عاوزة كلام هو ده بقى عظمة جمهور النادي الاهلي مش عاوزة كلام مش عاوزة كلام طبعا غير المساندة في كل المباريات افريقيا بنلاقي جمهور معانا كاس العالم الانديا بنلاقي جمهور معانا كل موراة الدوري لا انا عاوز رأيك الحال اللعب في النادي الاهلي ده مزاج تاني خالص وليه مزاج خالص غير اي حتة تانية لان النادي الاهلي احنا تربنا فيه على مبادئ وعلى قصص وعلى حاجات كتيرة جدا حتى لما بنروح بعد كده بنروح المنتخب الاول ما بنروح المنتخب بتحس انك غريب شوية غير النظام بتاعه وغير النظام النادي الاهلي فالنادي الاهلي فمعودك على كل حاجة انك تلعب لحد اخر ثانية الناس كان الناس صار بتقولك إيه؟ هو نادي الأهلي بيكسب ليه آخر ثانية ده تعود طبعا وده يروح فاني أنا بحبش أطلع متعادل حبش أطلع خسران ودي لما تبقى الحاجات دي بتنميها عند اللعيب بتاعتك من تحت أنت صغير مش عاوز الكلام ما دي إما أنت من ناشئين عشان كده أنا بقولك أنت لما بتيجي الحاجة اللي سابت أثار معاك إيه عشان كده دايما بنقول اللي تعلم في قطاع الناشئين في الأهلي أو إدن الأهلي بيبقى مختلفة فيه لعبة طبعا نجحت مع النادي الأهلي جات وهي كبيرة في السن أو جات وهي كبيرة على الدرجة الأولى يعني طبعا 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 يعني اتطبعت بطبع النادي الأهلي لكن دايما اللي بيخرج من قطاع الناشئين لا فيه معاني كبيرة وحاجات كتير بيتعلمها طبعا طيب بعد هدفين أهلي وزمالك وبيجيب بطولة كبيرة زي بطولة كلاس مصر ومن يز زمالك بفوز النادي الأهلي انت بعد كده فكرت قلت يا بقى خلاص مش عارو سجل أهداف تاني ولا كان عندك الطموح بعد كده وعاوس تسجل في كل المباريات بعد مبارات أهل وزمالك وبجيب فيها هدفين يعني دي حاجة حاجة بتبقى حاجة مش قليلة هل انت بعد كده ما ملعبت مبارات الدورة كان عندك نفس الشحن المعناوي والفني اللي بتلعب قدام أي فرقة تانية غير الزمالك اه طبعا انت كل مباراة لك مع النادي الأهلي بمثابة بطولة عايز تسبت نفسك ده مبارات الأهلي والاتحادي ده من أحلى الأهداف اللي أنا جبتها في حياتي يعني كل المبارات أهلي وزمالك اول نجم السحيل سنتكلم عنه نايا أفريقيا لكن الهدف ده يعني من أحلى الأهداف اللي أنا جبتها هنا طبعا يعني كان أسست من أبو تريكا في نص الملعب الكرة لما جي لعبها لي كرة طلعت عالية شكل كبير هنا بصة كابتن اتنين مدفعين واحدة على أمين واحدة على شمالي أنا لو استلمت كان فيه مطر في اسكندرية وقتها لو قفت الكرة ممكن تطول الماية الكلام ده فأنا الكرة في فوق أنا عملها فكر طب أوقف طب أحط لامسة واحدة في ثانية فأقلم ثانية تعالي في جول ده بفكرني بها قلت أحط لامسة واحدة قبل الجن ما يفكر إنه يطلع فروح تحطت بوش رجلي طبعا فات أو فيه مش عايزة كلام راحت بالشكل ده فكرني بالجول بتاع الخطيب في كوتوكو بتاع ثلاثة أول جول الخطيب عملت له من نص الملعب لوب كده وهو الجول طالع حطها بوش رجلي قريبة من الجول ده من ضمن أهداف الكابتن الخطيب اللي أهداف الحلوة هدف كنت أتمنى أجيب زيه شفته قبل مباراة كنا نلعب الأولمبي تاني يوم فشفته قبل المباراة كان نفس أجيب الهدف قعد ترسمه في دماغي هدف إيه؟ هدف في الأولمبي يا ريت هيكون عندهم دلوقتي في الإعداد يجبوه هدف الأولمبي الكرة عملت بالعرض من ناحية تليمين محمد بركاتة عملها لي بالعرض حطيتها بكعب رجلي وأنا بجري روح تحطيتها بكعب رجلي كده إنها تدخل بولي هدف ده يا شباب لو سمعت ده كان في الأولمبي أه الأولمبي كان في اسكندرية مش متذكر سنة كام لكن محمد بركاتة عملها لي من ناحية تليمين والهدف ده قبل المباراة بيهم شفت كابت الخطيب هو بيجيب هدف طبعا جاب زي مصر ببور سعيد فأه وله في أفريقيا كان في أفريقيا أفريقيا في قم عطع على الأولى وحطها دراجون زنالة عملتها له أيوة عملتها له عزيزة القريبة وعملها كان حسمت كل بيزيع المباراة شفتها فرسمته في دماغي هدف حلو فقلت لو بكرة كرة جاتلي من ناحية عايزة عمل عملها بالطبيع دي يعني بتعيش اللحظة بتاعتها طبعا يعني لا يعني انت بقى شبيه الخطيب بقى خلاص بقى مش احنا بنحاول نقل ده كبير لا لا ازاي نجوم كبار فبنحاول نتعلم منكم ونقلتكم يعني طيب انت قلتلي ماتش الزمالك وماتش الكروم الماتشات اللي ساب الزاكرة في الزاكرة عندك وانت كل ما تفتكرها مبساط غير عادي في مباراة تانية بتاعت نهاية افريقيا الفين وخمسة اه دي نهاية افريقيا الفين وخمسة البطولة اللي خدنا بقى دوري ابطال افريقيا وكان الفاينالو ده من النجم السحيلي النجم السحيلي تعديلنا هناك صفر صفر في سوسا في تونس في ملعب النجم كسبنا في القيارة وكسبنا في القيارة تلاتة صفر اه احرز ابو تريكا الهدف الاول وانا الهدف التاني ومحمد بركاته الهدف التالي وخدنا بطولة دوري ابطال افريقيا كانت المرة التالتة في تاريخ النادي الاهلي اه النادي الاهلي يحرز بطولة دوري ابطال افريقيا كانت بطولة كبيرة وكان الهدف اللي انا جبته هدف ليه معزة شخصية عندي اول حاجة اللي صنع لي الهدف محمد عبدالوهاد الله يرحمه ده كان من الشخصيات اللي انا بعتز بيها ومن اللعيبة الجمال للعيبة اللي تركوا بصمة في تاريخ النجل الأهلي مع الجماهير بالرغم المدر والسائرة اللي لعبها لكن أخلاقه وسلوكه ما ساب السمعة كويسة طبعا إنسان إيه إنسان سيرة وسامة ممكن إحنا تكلمنا وإنت لما تكلمت تكلمت على النجم السحلي وكنت قلت لي جول من قادي الأهداف تحت النجم السحلي دي ده الهدف الثاني اللي عمله لي محمد عبدالوهاب كان جوزيبي شاور على إيه؟ كان جوزيبي شاور مراهن عليك يعني؟ اللعبة دي كنا بنتمرن عليها قبل المباراة دايما في التمرين كنا على طول كرات عرضية يقول لي أنا عايزك تخطها في الزاوية دي أجل غير دماغي أخطها في الزاوية تقول لي لا أنا عايزها في الزاوية دي فلما محمد عبدالوهاب لعبها لي حطيتها على يمين حرس نفس الزاوية الجامل إنها كورة قال لي الحارس بيتحرك بياخد خطوات رجله فبيبقى بيد عن الزاوية دي فلما بتلعب في نفس الزاوية ببقى صعب إنه يرجع تاني ايو ايو الريفليكس بتاعه بيبقى بطيء جده بقى صعوبة فده كان الهدف التاني كان هدف الاطمئنان بقى كان أبو تريكا أحرز الهدف الأول طبعاً اللي هنا الكرة العرضية الأوفر عالمي يعني من عند الهدف الله يرحبه طبعاً مش عملية مثلاً يقولك إيه أصلاً أنا عشان كابتن وأنا أقدم واحد أنا إزاي كنتوا بتديروا مع بعض كنجوم احنا كل واحد عارف المسؤولية اللي عليه طبعاً كل اللي في الفرقة لعيب أكبار ونجوم كبار سواء أنت لسه ولد صغير حتى طالع نعم ليك اسمك ولعبته وليك تاريخ لكن كل واحد عارف المسؤولية اللي عليه كله مركز فالفترة دي طبعاً عشان أنا لعبت بدر شوية مع راينالد سوبل فأنا كنت من أولي الناس اللي لعبت درجة أولى دي ديتك خبرات بقى اه فعشان كده في المباراة دي كان وقتها عصام الحاضر كان كابتن الفرقة لما جزي صحب منه الشارة كان بعديه شادي محمد كان شادي محمد في المباراة يعني جزي طلعه بره الثمانتاشر وكان الكابتن هادي هو كابتن الفرقة كان في آخر أيامه في الاعتزال بقى فبيحضر حد مكانه فكت أنا باجات المباراة من كابتن الفرقة أنا كابتن الفرقة فروح تلابس الشارة ودي تعتبر أول مباراة ليه أكون كابتن الفرقة مقلقت شوة بتلبس الشارة مسئولية كبيرة عليك أنا منازل مش تفكيري في المباراة إزاي ناخد البطولة إزاي نفرح جمهورنا دي أهم حاجة طيب إحنا معاناك برضو تقرير من الأستاذ محمد مصطفى النقد الرياضي عاوز يتكلم على أسامة حسني طبعا هنعملين لك الحاجات دي كلها مش عارف طبعا من اللي وحي لسا عندينو حاجاتك